السلام عليكم ورحمة الله واللهما صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم اليوم على قناة لكي اليوم بإذن الله تعالى جدكم بتحلية سهلة جدا بدون فرن وبدون دقيق بمكونات جد بسيطة كما راكم تشوفوا القاعدة الاساسية تحا هي الحليب والماء بسم الله بدون اطلاع نبدو في الوصفة تانا هنا عبنا طاولة كسرونات تكون تقيلة عبنا كأس وربع من الماء الماء هنا يكون للكيلة تسدوها ولكأس اللي تسدوها تعب روبيه تكملوا به كل المقادير عندي كأس وربع ما يعادل 250 ملي لتر من الماء العادي البارد وهنا عندي 250 ملي لتر من الحليب يعني نصف لتر من السوائل بين حليب وماء تقدروا تديروا كسع الماء وكسع الحليب نحطها من على جهة ونجيبوا هنا يا إناء آخر هذا الإناء راح نخدمو فيه النواشف عندي هنا تجيبوا من سفات ولا غير بال نحط هنا يا النشا أو لدقيق .النشا اللي هي المايزينى عندي الثالث ملاعق كبيرة من المايزينى ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو المر كاكاو المر تقدروا تديروا هذا الـ يكون فونسية تقدروا تديرو الكلاغ يعني تقدروا تديروا هاذا الكاكاو الأسود ولا الكاكاو البني نخلط نواشف جيدا مع بعضها ثم نضيفها فوق هذيك السوائل اللي هي عبارة عن ماء وحليب حليب ليس قشطة وليس بكريمة سائلة حليب فقط نحط هنا السكر ويكون حسب الدوق عندي هنا من 4 إلى 5 ملاعق من السكر حسب الدوق وتقدروا تنقصه هنا راح نحرك كل المكونات مع بعضها وندوب هذك المكونات الناشفة يحتالي ترجع لي بهذا الطريقة وبهذا الشكل لأنها مهم جدا تتحلل لي المكونات الناشفة قبل ما نحطوها فوق النار ضفت هنا ربع ملعقة من باتاغوم أو عطر زائد ملون القهوة تقدروا في بلاس هذا العطر تعلق القهوة أو نكهة القهوة تتعملوا ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الدوبان نخلط كل شي هنا مع بعضها ونحطوها فوق النار متوسطة أول شي راح أن النار تكون عالية غي تبدأ تغلي نقصو النار إلى متوسطة والتحريك المستمر فهذا التحلية يدينا ما يوخروش عليها من نار ولا من بعدوش يدينا عليها بالتحريك لازم نحركو لأنه نشاء فقط وهذاك النشاء راح يتكتل وكان ما نحركوش نبدأ هاك نحرك أول شي بملعقة الخشب وكي تبدأ الطيب لي هديك الماء زينا وتطهى نجيبوه هنا يفوي أو مدرب يدوي ونقصو النار تماما ونبدو نحركو هاكا بالمدرب اليدوي جيدا حتى لتنحصلو على كريمة هنا تكون متجنيسة كي ما راكم تشوفو ورطبة وما تكونش متكتيلة بزاف جبت ملعقة صغيرة عزبدة ملعقة صغيرة عزبدة ملعقة صغيرة عزبدة ولا مارغارين تبقي تحرك فيها هاكا ودخلو فيها في الكريمة وهنا نزيد قطاع من الشوكولا قطاع الشوكولا مباش نكتلكم تقدرو تديرو من ربع قطاع حتى الست قطاع طفيت النار هايا النار راهي طافية ونبدأ هنا ينحرك وندوب في هديك الشوكولا حتى اللي تدخلي في باقي الخليط جيدا بهذا الطريقة حتى اللي تحصلوا على هاد الكريمة راح نوري لكم قوامتها تكون كريمة لماعة كي ما شفتو الزبدة كديروها تعطيكم لمعة في هاد الكريمة وتعطيكم الضوقة الكريمة شوفوا معايا هنا يا تجانست لي كل المكونات راح نبدأ ندير في المونتاج تحليتنا هنا جبت فناجين ولا فناجيل ولا كيسان اللي عندك ولا دغامكا هنا راكم تشوفو باللي راهم فيهم كمية متاع ماء قليلة يعني راهم من الدين بهذاك الماء وراهم مشمخين بالماء شوفو هنايا نحطوا قدامنا هادوك الفناجين نجيبوا التحليتنا وهي ساخنة متخلوها شقعت برد يعني هنايا لسرعة تلعب دور ساخنة متخلوها فوق النار من فوق النار عفوا تحطوها في الفناجين تاوعكم ولا حتى فلغامكا ولا فاش بغيتو تقدموها هنايا بعد اللي نعمر الفنجال تاعي تبغو صغير تبغو كبير هنايا الفنجال حجم التاعة تاعي راح كبير هنا تخبطوا التحليتاعكم باش تهود وتخرجنا الهواء ليكون متداخل وتاخد السطح المستوي نكمل كما هكا ونرجع لكم باش نوري لكم الخطوات التالية مهم جدا انكم تخبطوها كما هكا ونقلت لكم باش الفقاعة الهوائية تخرجنا هنا جبت كأس فيها شوية تاع الماء بسطح بعفوا ندهر الملعقة راح نعدل هاداك الواجه تحليتاعنا ونسقمه هنا بهذا الطريقة نحترى يعطيني شكل مستوي نكمل كما هكا ومن بعد نمسح الجوانب باش تكون تحليتاعي نقية وشكل تاحها رائع ندخلها للتلاجه من مدة ثلاث ساعة فما فوق بعد لي فتلي هنا الثلاث ساعة شوفوا ما شاء الله تحليتا عيرة هي باردة وجاهزة للتقديم غادي نجيب لكم هنايا التزيين تاحها عندي جوز الهند ولا نواة كوكو حوالي هاكا اربع معالق ولا ودرت معاها ملعقة مشي مع مراتع كاكاو الكاكاو اللي خدمت بيه كملت بيه تقدرو تديرو تاني هنايا القهوة سريعة الدوابان باش تكملوا فدوق تاع القهوة هنايا غادي نخلط كل شي هذك الجوز الهند حتى يتلبس لي بحبات الكاكاو وهنايا التحلية تاعي هدا هو كيفاش نقلعوها مهم جدا انكم بالبليد تاعكم تقلعو هذك الجوانب وتقلبوها بطريقة بسيطة وبكل سهولة الان نلبسها بكل هذك الجوز الهند تشوفو هنايا هدا هو الشكل تاعها من القاعدة ومن الفوقة وكل شيء حتى اللي تدي لي هذا التزيين البسيط وليعطاها رونق وجمال لهذا التحلية البسيطة جدا والرغية بهذه الطريقة الان القاعدة تاحا غادي نلبسها غاية ونحطها في صحن التقديم ونكمل معاكم الحبة الزوجة باش الفكرة تدخلكم في ذهنكم لازم توخروها كابل اصابع تاعكم على اطراف الفنجان باش تنقلعلكم بكل سهولة يعني سهلة جدا هدا كلمة هو اللي غادي عاونه في التحلية تاعنا بعد هذا هذا هو شكل تاحا الاخير زينتها فقط بكورة الشوكولات الملونة بالذهابي تقدروا تديروا كورة شوكولات تقدروا تخلوها هاكا يعني التزيين تفنوا فيه كما بغيتوا راح نقسم لكم الداخل تشوفوها ما شاء الله تجي كريمية جي رائعة بدوق الكريم ديسير سهلة جدا بمكونات بسيطة شاء الله عجبتكم وصفة اليوم شاء الله ما تنسونش بجام وتعليق اسفل الفيديو استودعكم الله الذي احبكم فيه